التقى اللواعي درس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي سعادة كاثرين قرام كامون سافرة جمهورية فرنسا لذا بلادنا واستعرض الجانبان الجهود الاقليمية والدولية الرامية الى انهاء الحرب وإحلال السلام في البلاد ومنها مستجدات العملية السياسية التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لوقف الحرب بالبلاد وبدأ بعملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة واطلع اللواعي الزبيدي السفيرة الفرنسية على ما توصلت اليه الأطراف الشرعية المنضوية في إطار مجلس القيادة من تفاهمات وأبرزها الإجماع على وضع إطار خاص لقضية شعب الجنوب يضمن حضورها في جميع مراحل العملية السياسية لمحوريتها وأهميتها في انهاء الصرع وجدت اللواعي الزبيدي التأكيد على ان السلام في اليمن لن يتحقق دون حل قضية شعب الجنوب حلا عادلا وبما يلبي تطلعات شعب الجنوب وبما تقتضيه القوانين الدولية الضامنة لحق شعب الجنوب في تقرير مصيره ترجمة نانسي قنقر